وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في موضوعات البيئة وتحول الأخضر خاصة فيما يتعلق بالمشروع القومي للدولة للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهورية والحفاظ على التنوع البيولوجي بها جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي وخلال اجتماع آخر وجه رئيس السيسي باستمرار الحكومة في برنامج التروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البرصة المصرية وجزبي الاستثمارات المباشرة مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتور هلا السعيد وزيرة التغطية والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيد وزير المالية وسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وسيد نيفين جاما وزيرة التجارة والصناعة ولواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تنوى لمتابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة وعرض السيد وزير المالية بصفته مقرر لجنة الطروحات خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى الـ 31 من ديسمبر من العام الجاري مع تحديد الشركات المرشحة في هذا الإطار لتداول أسهمها في البرصة المصرية كما استعرض السيد محافظ البنك المركزي مساهمة القطاع المصرفي في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة وقد وجه السيد الرئيس باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البرصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على خطة الحكومة فيما يتعلق بصناعات السيارات موجها سيادته بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية خاصة الصناعات المغذية لها وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور رانيا المشوت وزيرة التعاون الدولي الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للتعاون مع شركاء الدوليين في مختلف المشروعات القومية التنموية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في موضوعات البيئة والتحول الأخضر بما فيها ما يتعلق بالمشروع القومي للدولة للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهورية والحفاظ على التنوع البيلوجي بها كما وجه السيد الرئيس بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام فضلا عن تعزيز التنفسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلة النمو إلى جانب تعزيز جهود الدولة للاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري من خلال مبادرة حياة كريمة مع الاستمرار في نشر تجارب النجاح التنموية في تلك القطاعات من خلال المنصات الدولية المختلفة من جانبها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز جهود التعاون الإنبائي مع الشركاء الدوليين لحجد كافة أشكال الدعم اللازم للمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة وذلك من خلال استراتيجيات التعاون الإنبائي التي تم أعدادها بمشاركة كافة الجهات المعنية من حكومة وقطع خاص ومجتمع مدني والتي تأخذ في الاعتبار أولويات الدولة التساقن مع برنامج الحكومة مصر تنطلق والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرات الرئاسية المختلفة ذات الصلة خاصة مبادرة حياة كريمة حيث تضمنت أبرز تلك الاستراتيجيات استراتيجية التعاون الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الآمار والتنمية حتى عام 2027 فضلاً عن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى جهود تعظيم الاستفادة من التعاون مع الاتحاد الأوروبي وكذا تعزيز الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي كما عرضت السيدة وزيرة التعاون الدولي أبرز نتائج ومخرجات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي والذي انعقد تحت رعاية السيد الرئيس بالقاهرة في سبتمبر 2021 حيث تم تأكيده في البيان الختمي للمنتدى على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي فيما بين بلدان الجنوب وكذلك تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في التنمية كما اطلع السيد الرئيس على آخر التطورات فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والتمويلات التنموية على مستوى الجمهورية والتي تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة خاصة ما تعلق بمشروعات التغير المناخي وكذا دعم مبادرة حياة كريمة